احتفاء بالذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء أقيم في قاعة الشرف في مبدأ محافظة الحسكة حفل استقبال بمشاركة كافة الفعاليات الرسمية والاجتماعية والدينية وخلال الحفل تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا لتضحيات وبطولات أبنائهم في الدفاع عن دراب الوطن ليبقى عزيزا مصانا و الله يرحم الشهداء و كنا مثل ما قال مشروع شهداء ونحن الصراحة نفتخر بأنه راح شهيد في سبيل الوطن ونفتخر بالقيادة العظيمة لهذا الوطن الجمهورية العربية السورية ونفتخر بالجيش العربي السوري اللي حمالنا هالوطن ونحن نفتخر بشهادته ونفتخر أنه إصراح فداء الوطن ونحن كنا فداء للوطن و الله يذي مننا قائد الوطن والجيش العربي السوري محافظ الحسكة لأي صيوح قال خلال الحفل إننا اليوم نتشرف بأسر الشهداء وهم من يكرموننا بحضورهم فتضحيات أبنائهم هي من حققت النصر هؤلاء الشهداء هم مشاعر النور هم الأمل هم وأولادهم هم المستقبل يعني أكيد اللي ضحى بنفسه ضحى بدمه كرمة تراب الوطن أكيد أبنائه بدي يحملوا الرأي من بعده بدي يدابعوا مسيرة والدون الشهيد يحاولوا يحققوا الانتصارات ثم الانتصارات ويبنوا بلدهم ويكونوا يعني يبنوا على المحبة يبنوا على تحقيق مستقبل أفضل من جانبه قال أمينو فرع الحسكة لحزب البعض تركي عزيز حسن إن التكريم في يوم الاستقلال هو تقدير للبطولة والتضحية لمن قدموا أغلى ما يملكون للدفاع عن الوطن نحتفل بذكرى غالي على قلوبنا وهو ذكرى الاستقلال الماضي المجيد والحاضر المظهر الذي نعيشه اليوم طبعا بفضل الشهداء اليوم بهذه المناسبة العزيزة تم تكريم ذوي الشهداء لأن الشهداء بدمائهم الطاهرة تم تستيج حدود الوطن وتم إرواء ثر الوطن بهذه الدماء الطاهرة تحقق هذا النصر أهالي الشهداء عبروا عن فخرهم باستشهاد أبنائهم منوهين بتقديمهم الغالية والنفيز حتى تتحرر البلاد من الإرهاب وداعميه المحتلين الذين يسلبون ويسرقون ثروات هذه البلاد أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة